بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنكمل مع بعض الكرص ان شاء الله يا شباب وزي ما احنا شايفين انا ادرت ان انا اوصل لأول رتبة من الرتب او المستويات الموجودة على موقع خمسات وهي رتبة البقع النشيط طبعا زي ما كنا تكرمنا في الفيديو الخاص بالمستويات او على الموقع لما بتسجل في البداية بتكون رتبةك بقع جديد بعد ما تكمل عشر خدمات على الموقع بتقييم ممتاز هتقدر توصل لرتبة البقع النشيط زي ما احنا شايفين هنا الاشعار ده وصلني قال لي مبروك لقد اصبحت بقع النشيط وطبعا احنا كنا تكلمنا عن الحاجات او المميزات اللي تقدر تحصل عليها من خلال وصولك للمستوى ده لو جينا شوفنا هنا طبعا انت اول ما بتسجل في الحساب اول ما بتسجل على خمسات بيكون مستوىك بقع جديد بيسمح لك فقط انك تضيف خمس خدمات لحسابك بخمس تطويرات كحد اقصى بعد ما وصلنا للموقع المستوى الثاني اللي هو بقع النشيط زي ما احنا شايفين هنقدر دلوقتي ان احنا نضيف عشر خدمات بدل خمس خدمات فقط ممكن ننوع بقى في الخدمات نضيف خدمات اكتر وطبعا نفس موضوع التطويرات بس دلوقتي نقدر نضيف نبزة شخصية في الملف نعمل هنا بروفيل او نكتب حاجة شخصية دي مميزات بيوتحها ليك وصلك لمستوى الباقع النشيط وطبعا لما توصل لمستوى الباقع النشيط او المستوى الثاني تبدأ تحط عينك على المستوى الثالث هو الباقع المميز طبعا مطلوب منك انك تحقق خمسين طلب او تبيع خمسين خدمة بتقييم لا يقل عن خمسة وتسعين في المية وتكلمنا عن في حلقة التقيمات عن اهمية التقيمات زي ما احنا عرفنا تقدر تراجعها لو ما شفت الهاش لو جينا شفنا الحساب اللي انا عملته مخصوص عشان الكورس وعشان اسبط لحضراتكم ان اي حاجة اي معلومة او اي استراتيجية انا شركتها معكم في الكورس هي استراتيجية فعالة وتقدر من خلالها انك تحقق مبيعات وتوصل لردبة او توصل للمستوى الثاني في وقت قصير وطبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي هنشوف عدد الطلبات اللي موجودة عندي لكن حبس الفت نظركم لحاجة زي ما قلنا ان هنا بكتب عدد العملاء مش يعني احنا وصلنا للمستوى هنا ببيع عشر خدمات لكن العدد العملاء يشتروا الخدمات دي سبعة فقط معنا كده ان في اكتر من عميل اشتروا الخدمة اكتر من مرة وده برضو بيأكد على حاجة مهمة جدا وهي الاتقان في العمل لما تتقن العمل بتاعك لما تقدم خدمة احترافية المشتري ممكن يشتري منك الخدمة التاني وتالت ورابع وهكذا ويبقى عملي مستمر عندك فدي نقطة مهمة جدا عشان انا بنصح الناس انك حاول تبزل اقصى جهد لك وتقدم خدمة احترافية في بداية عملك على الموقع ده هيساعدك كتير من نقطة ان انت هتوصل على التقيمات ايجابية من نقطة انك اللي هيشتري منك مرة ويلاقي شغلك احترافي هيشتري منك تاني وتالت وهكذا وده هيساعدك في زيادة ارباعك على الموقع طبعا برضو سرعة الرد هنا مش كويسة ولا بسبب اني مشغول جدا ومش بفضع ادخل اعمل شك على الحساب فبنصح برضو اني حاول يكون سرعة ردك اسرع من كده في البداية لو جينا شوفنا هنا الطلبات انلاحظ زي ما احنا شايفين هنا عندي عشر طلبات تم تسلمها طبعا في هنا برضو انا فاكر ان انا بعت اكتر من خدمة زي ما احنا شايفين لدي خدمة بعشرة دولار ولي برضو خدمة بعشرة دولار طبعا المبلغ بيكون عشرة دولار لما المشتري بيقوم باضافة التطوير على الخدمة فبيعتبر ان الطلب واحد هو طلب واحد او خدمة واحدة ده بيساعدك في التواصل اسرع بتكون خدمة واحدة بتقدر انك تتواصل مع العمل على نفس الخدمة بدل ما تشتل نفسك وتتواصل على اكتر من خدمة وتسلم المطلوب في اكتر من مكان كمان بالنسبة للعاد هي نفس الفكرة سواء كان عشرة دولار على طلبين او عشرة دولار بطلب وتطوير انت في النهاية تحصل على تمانين في المية من ارباحك وهيتم خصب واحد دولار على كل خمسة دولار بتكسبهم سواء كان من خلال التطوير او من خلال اشتشراء خدمة اضافية وزي ما احنا شايفين انا قدرت عشر مبيعات من خلال الاستراتيجيات والطرق اللي انا اتكلمت مع حضرتكم فيها في الفيديوهات السابعة عشان كنا باكد ان اي كلمة انا بقولها تلتزم حضرتك بيها وتنفزها بافضل طريقة ممكنة عشان دي هي الطريقة المثالية ودي الطريقة اللي هتساعدك على العمل على خمسات بشكل صحيح وطبعا برضو زي ما احنا شايفين عشان ان الخدمة بتاعتي احترافية قدرت ان انا في خمس خدمات حالين جاري تنفزها وطبعا ده عدد كبير من الخدمات حتى ان اضطريت ان اوقف شغلي كله وكافة اعمالي التانية عشان اقدرت تم التسليم في المعاد وكمان انا زودت الخدمة وده وردو اللي كنت اتكلمت مع حضرتكم في قبل كده زودت معاد الخدمة بدل يوم واحد خليت ويومن لو تفتكر الناس الاول مسجدنا الحساب كان مدد التسليم يوم واحد وقلت ان في البداية انت ممكن تضغط نفسك يعني باقصى قدر ممكن بحيس انك تبقى الخدمة بتاعتك مثالية مدد تسليم قصيرة وخدمة احترافية لكن بعد ما خلصنا حققت مبيعات والتقييمات الحمد لله كلها ستة تقييمات ممتازة مفيش اي تقييم سلبي بالتالي عشان تلافى ان يحصل عندي ضغط واني يكون عندي منظر بالشكل لها خمس مطوب بين خمس خدمات يعني المفروض مثلا خمسة في خمس مقالات اللي بنقدمها بخمسة عشرين مقال في اليوم طبعا عدد كبير جدا فعلى طول بعد ما حصلت على ردبة الباق النشيط عدلت الخدمة بتاعتي عشان عارف ان هيصل عليها طلب اكتر وخليتها يومين بحيس ان يبقى عندي فرصة للتسليم دي برضو من الحاجات اللي نستفيد منها طبعا زي ما احنا شايفين ده الرصيل التجريبي للحساب الخدمة زي ما قلنا بنحصل عليها على ثمانين في المئة من ربحها يعني اربعة دولار في عشر خدمات باربعين وزي ما قلنا كان عندي خدمتين ثمانهم عشر دولار وصن منهم ثمانية يبقى الرصيل الكلية تمانية واربعين الارباح اللي يمكن نسحبها معنى كده ان العشرين دولار دول عد عليهم فترة اربعتاشر يوم وبالتالي اصبح تحولهم من الرصيل المعلق الى الارباح اللي يمكن نسحبها وفي عندي 28 دولار رصيد معلق لما يعد عليهم المدة مدة ال 14 يوم هيتم تحولهم تلقائيا الى الارباح التي يمكن زعبها وقدر اصحاب ارباحي من حساب بسهولة هذا كان الفيديو بتاعنا النهاردة بناسبة وصول حسابنا التجريبي اللي بنجربه مع بعض في الكورس هنا الى مستوى الباقة النشيط وشوفنا ازاي اننا قدرت احقق عشر مبيعات وان في خمس طلابات جارية تنفيذها وكمان شوفنا رصيد الحساب وصلنا تقريبا لحوالي خمسين دولار وكل ده من حساب من الصفر بدأت معكم من الصفر زي ما حضرتكم تماتوا معنا من الدورة وده معنا ان انت تقدر مفيش اي مشكلة مفيش اي حاج عقبة في انك يكون عندك حساب جديد وتقدر تحقق من خلاله مبيعات وتحقق ارباح كبيرة وتثبت وجودك على النصة بل وتحقق مبيعات كتير جدا يعني لو انا كنت نشرت على الحساب وركزت عليه لمدة اسبوعين ثلاثة كان ممكن احقق اضعاف المبيعات دي لكن زي ما شوفنا باقل مجهود من خلال النصائح اللي انا وفرتها لحضرتكم قدرت ان انا اعمل كل ده وعلى فكرة بعد المبيعات الاولى بدأت توصلني رسائل كتير واستفسارات عن الخدمة وطبعا الرسائل دي بتكون رسائل مباشرة من الاعضاء مش بتواصل معهم من المكان او المركز طلبات الخدمة غير مجولة اللي انا شرحته لحضرتكم مجرد العمل ببحث عن خدمة مقالات والخدمة بتاعته بتظهر لي بتشوف التقييمات وبشوف الاحترافية في الاداء باقتنع وبتواصل معها بشكل مباشر ولو جينا شفنا نظرة على التقييمات طبعا الست تقييمات ايجابية الحمد لله كل التقييمات ايجابية والناس مقتنعة بالخدمة وده برضو يلاكد حاجة مهمة جدا نباكدها ثاني وثالث ورابع قدم عمل تكون فخور بي تكون مقتنع ان انت قدمت اقصى جهد ليك في الخدمة وعملت خدمة احترافية بالشكل المطلوب اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من المحتوى اللي قدمتوا في الدورة حتى الان ويكون نجح معكم في التطبيق العملي واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته